مرحبا لأشخاصي يا أصحابي مرحبا لأمي اليوم سنحدث عن simple present and present continuous السلام عليكم طلابي السلام عليكم أمهاتي اليوم سنتحدث عن present simple و present continuous نريد ان نقارن بينهم نحن أخذنا ال simple present و أخذنا ال present continuous هلأ بدنا نعمل مقارنة ما بينهم من خلال الجمل ونعرف انه متى منستخدم البرزنت سيمبل متى منستخدم البرزنت كونتينيواز متى لازم احط بالجمله بريزنت سيمبل متى لازم احط بريزنت كونتينيواز بتقدرو بس الطول ودفتر صغير تاخدو نوتس لانه مو موجود يعني ما رح احل تمارين من الكتاب رح اشرح شرح وكمان عنا البوكلت رح ابعتي لكم اياها ان شاء الله موجود فيها الشرح بالتفصيل اوكي سوف نبدأ حسنا نعم مدارع البسيط We use the simple present to talk about habits or routines إشي أنا بكرره كتير بعمله كتير يعني بشكل مكرر باستخدم فيه the present simple For example She goes to school at 8 o'clock هي بتروح للمدرسة الساعة 8 الصبح متى كل يوم بتروح مثلا أحد اثنين ثلاثة أربع خميس إذن هي بتكرر مع هالإشي يبقى بتروح يوميا بتكرر مع هالفعل شو منستخدم ل-present simple Look goes goes أوكي أوكي Now For the present simple also Okay the present simple also we use the simple present with adverbs of a frequency Let's see never often sometimes Okay so مستخدمهم مع ال-adverbs of a frequency تتذكروهم اللي أخدناهم بالفصل الأول لهم never often sometimes usually always اللي هي قديش أنا بكرر الفعل اللي أنا عم بعمله بستخدم دائما معهم ال-adverbs of a frequency دائما بستخدم معه ال-present simple إذن لما أشوف مثلا often بدي أشوف sometimes, never دائما لازم أحط simple present اللي هو الفعل العادي بدون ing Okay Okay Now l-present continuous خلينا نشوف كيف استخدمه We use present continuous to express actions that are happening at the moment of speaking متل ما قلتلكم من قبل The present continuous بستخدمه عشان أحكي عن إشي عم يحدث هلأ بهاي اللحظة بلاحظة الكلام Okay Look at the girl She is running now Look She is running now 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 Okay Okay كمان هنا كمان هنا أكان عم يحكي لي عن إيش إنو ال-present continuous We use the present continuous to talk about things that are happening during this period of time يعني مثلا ممكن أنا أحكي إنو مش أنا عم بحكي عن هاي اللحظة ممكن أنا عم بحكي عن هاي الفترة مثلا He is studying geography هو عم يدرس جغرافيا الفعل مستمر نعم هو تخصص جغرافيا عم يدرس جغرافيا Okay نتذكر Remember present continuous I You He She It We You They I دائما كان بيجي معها I والعائلة الكبيرة You وال-we وال-they دائما بيجي معهم Are والعائلة الصغيرة He She It بيجي معهم Is الverb مع ing بال-negative form Isn't Aren't I'm not نتذكر I'm not Aren't Isn't Okay بالسؤال Am I Studying Are you Studying Is He Studying Okay إذن أنا بال-present continuous بستخدم ال-is وال-am وال-are وال-ing هدو لازم نحطهم بمخنا بال-present continuous شو بستخدم أنا is am are ing Okay while the simple present أما simple present خلينا نرجع نتذكر simple present شو كنا نستخدم معاه Look here He often plays football تتذكروا بالجملة العادية simple present شو كان شو كنا نعمل نحط s أو ما نحط s للفعل مش منحط ing هنا بس منحط s أو ما منحط s العائلة الصغيرة he she it talking about only one دائما باخدوا s بحبوا ال-s هدوال بيكونوا إيش simple present he often plays football أما ال-continuous طلعوا الفرق ما بين present simple present continuous هاي ال-continuous he is playing football now now في هاي اللحظة حطيت ing بال-negative form نتذكر negative form بال-simple present بال-simple present بستخدم do وال-does doesn't and don't doesn't لاحظتوا الفعل بدون ing يبقى شو بيحتاج ل-do أو does تلاحظوا هون الفعل مع ing اللي هو ال-present continuous جو بيحتاج يعني is أو am أو are تمام amazing thank you so خلينا نتذكر اشي واحد مهم كتير هذا هو استنتاج simple present وال-present continuous ان simple present يعني s أو بدون s يعني do do و-does يعني doesn't و-don't اوكي نتذكر نربط بمخنا انه simple present doesn't و-don't ويعني s أو بدون s ويعني do و-does اما present continuous اللي هي الاشي اللي بيحصر بهاي اللحظة يعني الفعل تبع ing اوكي ing هذا اللي هو بيحتاج لا ايش لا is و-are بيحتاج كمان is and are am not اوكي هد هو الفرق المهم الجوهري ما بين هدول التنين اوكي ال-time expressions هدول رح نحفظهم حفظ ربنا بعينكم هم طبعا احنا حافظينهم بس بدنا نركز عليهم اكتر ل-present simple نتذكر always everyday never مثلا on fridays ايام الجمعة اشي بتكرر كل جمعة on fridays كل جمعة عم نعمل هادا الاشي بستخدم simple present sometimes usually برضو دول ال-adverse of frequency اللي اخذناه من الفصل الاول usually often sometimes اشي بتكرر معي و-present continuous بس نتذكر احنا اكتر اشي دايما ايش now at the moment كمان عنا at present يعني في الحاضر هو شو عم يعمل في الحاضر this week this year today اليوم شو بساوي اليوم بالذات اوكي مش انو متكرر اليوم اليوم انا بحكي عن اليوم this year بحكي عن هاي السنة كررت السنوات لا بحكي بس عن هاي السنة this week هادا الاسبوع استخدمت ايش present continuous تمام طيب كمان بدي اذكركم باشي اللي هي look whenever we see the word look وان ما بشوف كلمة look يعني انظر انظر انا هيك بحكي لك هي تطلع تطلع شوف ايش فيه يعني انا بحكي عن هاي اللحظة انت بدك تشوف هلا بهاي اللحظة شو بصير look look in a sentence we should use present continuous لازم ايش نستخدم present continuous يعني الفعل تبع ال ing مثلا look the boy is running look look تمام انظر هلا هلا ايش بعمل الولاد the boy is running بحكي لك تفرج الولاد شو بعمل he is running he is running the cat ايش اكتب the cat وعندي الفعل climb the cat شو بتوخد is ولا am ولا are is is excellent climb شو بتوخد climb climbing okay okay هذا الفعل بس بحتاج ل ing up the tree the cat is climbing up the tree تمام okay now now okay complete the table look here look here هذا عنا جدول few time expressions بدنا نحله مع بعض always always اللي هو كل يوم اشي بتكرر يوميا شو بستخدم معه simple present ولا present continuous لا present simple always always at present at present في الحاضر يعني في الوقت اللي حالي شو بستخدم present continuous at the moment في هاي اللحظة اش استخدم present continuous excellent at the moment طيب everyday everyday يعني كل يوم كل يوم كل يوم اشي بتكرر شو بستخدم present simple excellent every every oh sorry every day كل يوم تمام طيب never مع مين بستخدمها مع present simple ليش لانهم الادرب of a frequency هادو الحفظينهم never 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 دايما نبتيجي مع مين؟ مع present simple now هلا بهاي اللحظة شو استخدم present continuous now تمام on fridays on fridays يعني كل جمعة اشي بتكرر معي؟ ايوة بتكرروا الجمعات يعني present simple excellent on fridays days days okay طيب sometimes يعني في بعض الاحيان هاي من الادرب of a frequency يعني بتيجي مع present simple sometimes sometimes مرات sometimes sometimes this week في هاد الاسبوع هاد الاسبوع انا ناوي اعمل اشي واحد ما بتكرر يعني بستخدم present continuous this week sorry طيب this year نفس الاشي this year نفس الاشي هاي السنة تكررت بس احكي عن سنة واحدة this year انا ناوي اساوي هك هك okay today اليوم اليوم بس انا ناوي اش اساوي اشي واحد يعني بدي present continuous okay today usually 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 من الادرب of a frequency تتذكروهم usually عادة مكرر okay طب often 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 برضو مو مكتوبة بس بنا نكتبها مع بعض often برضو من الادرب of a frequency غالبا ما بعمل هاد الاشي غالبا بتفرج على التلفزيون often تمام okay amazing thank you now نيجي للتطبيق الفعلي circle circle the correct word بدنا ايش نحط دائرة على الاجابة الصحيحة look here she is playing ولا she plays football now now طلعوا انا حطا لكم خط تحت now now على ايش بدني على present continuous اللي هو في ing ولا simple present اللي بحب الاس او ما بحب الاس excellent is playing is playing is playing هي الاجابة الصحيحة she is playing now لانو now طيب we usually are walking ولا walk to school نتفرج على الكلمة اللي دلتني الدلالة usually 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 علي ايش بدني امس بدني على الفعل مكرر لانو adverb for frequency ايش بتكرر احط معاة ing ولا بدون ing لا بدون ing excellent we usually walk walk تمام my family and i go ولا are going sailing every year كل سنة بعملوا هذا الاشي كل سنة يعني متكرر اشي مكرر شو بستخدم مع ing ولا بدون ing لا بدون ing go excellent طيب my parents my parents paint ولا are painting our new flat at the moment في هاي اللحظة في هاي اللحظة بتحب ال ing ولا بدون ing لا مع ing excellent are painting طيب number five look the cat climbs ولا is climbing up the tree بما انو عنا كلمة look انظر شوف شوف هلا بهاي اللحظة ده ing ولا بدون ing ing excellent is climbing طيب number six the dog the dog doesn't play ولا the dog isn't playing now عندي now يعني هلا بهاي اللحظة بتحب ال ing ولا ما بتحب ال ing نأ بتحب ال ing so isn't playing isn't playing طيب the boy the boy the boy doesn't study ولا isn't studying everyday اشي بحكي لي كل يوم كل يوم كل يوم بدي يكون فيه ing ولا بدون ing اكيد بدون ing لانه simple present طيب سؤال بالسؤال does ولا is your family live in a flat نتفرج عالفعل live فيه ing ما فيه ing حلو يبقى اكيد ما رح يحتاج لل is لانه ال is بتيجي بس مع ال ing طيب ايوه ال does هي اللي بتيجي مع simple present amazing طيب number nine do ولا are the guys traveling on saturday طلعوا على الفعل فيه ing هذا دلني على اني لازم احط is or am or يبقى الاجابة تبعتي or amazing very good طيب لو اهلا انا بالامتحان ان شاء الله باذن الله اكيد رح ييجي دوائر يعني رح يجي هيك انا بخيركم بين شغلتين بس برضو من باب التأكيد اكتر بدي اياكم اه بدنا نرجع هيك نحكي عن كل جملة ليش حطينا هيك و ليش حطينا هيك خلينا نجوف number one she is playing قولنا football now طيب ليش حطينا is ليش ما حطينا are او am نتذكر لانه she وهي و it small family اللي بيحبو ال is مع الفعل و مع ing طيب we usually are walking قولنا لا we usually walk to school طيب ليش حطينا walk هيك الفعل زي ما هو بدون ما نحط له s ما بيحب ال s مين هون ما بيحب ال s ال we لانه من العائلة الكبيرة big family اللي ما بتحب ال s لو انها من ال small family يعني شي او هي او ات شو بتصير ال walk walks انتذ my family and i انا و عائلتي go ليحطينا go ما حطينا goes برضو لانه big family big family ما بتحب ال s ما بتحب ال s طيب my parents my parents طلعوا يعني اه ابواي الاثنان اه قولنا are painting طب ليه حطينا are مش is او am حطينا are لانه my parents يعني اكتر من شخص فبيحبو ال are painting حطينا ing طيب look the cat is climbing قولنا is climbing طب ليش حطينا is is لانه عنا بحكي عن the cat و cat وحدة طيب the dog doesn't play ولا isn't playing now قولنا isn't playing now طب ليه حطينا isn't ليه ما حطينا aren't مثلا لانه the dog only one the boy برضو بحكي عن شخص واحد طريت احط معا ايش doesn't study طب the boys لو كانوا اولاد كتار شو بتصير doesn't don't don't أوكي بالسؤال قولنا بالسؤال هذا بالذات انا بسأل سألت هنا ب does مش ب is ليش لانه الفعل بدون ing طب هون تطلع على الفعل فيه ing أوكي الفعل فيه ing فانا حطيت are سألت ب is أو are إذا كان فيه ing سألت ب do أو does إذا كان الفعل ما فيه ing سألت بحكي thank you for listening wish you a happy day and please i will send you this booklet ان شاء الله وانتو بتحلوا مع ماما مع بعض وان شاء الله يكون الامور هاينا وسهلة عليكم يا رب اشتركوا في القناة